لبنان الكبير في الصحافة المهجرية بين عامي 1908 و 1926 كتاب بيصدر قريبا عن درس المشرق للدكتورة لليان ربين عقل الحائزة إجازة في الصحافة من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية وحائزة ماجستار بالأحرى بحثة ودكتورة بعلوم الإعلام والاتصال من الجامعة اللبنانية اللي برحب فيها اليوم صباح الخير صباح النور كيف فيك دكتورة؟ الحمد لله صباح النور لأليك ولمشاهدين أهلا وسهلا فيك شكرا عاتتك بحثة وصحفية بحب قبل ما نتوقف ونكون عم نتناقش حول كتابك الحديث رح يتم توقيعه يوم الثلاثاء المقبل توقف عن الكتب الصادرة إليك سابقا التضليل الإعلامة في الشغور الرئاسة اللبنانة عام 2016 ومغتربة في وطنين اللي رويت فيه يمكن مغامرتك في الانتشار مش مغامرت هي هو واقع بعدني عم عيشه أنا مغتربة بين لبنان وغانا أنا عندي جنسية اللبنانية أكيد الأول وجنسية الجانية يعني تجربت بين لبنان وغانا نعم إلى جانب أيضا الكتاب الحديث اللي رح تخبرينه عنه اللي لافت أنه منبسق من أطروحة الدكتورالي امت فيها حضرتك ولكن طورتيا ودخلت إذا بدك صحف جديدة دراستية هل رح تخبرينه أكتر بالفعل هو هيدا الكتاب مختلف عن مختربة في وطنين مختربة في وطنين كتاب وجداني حتى مكتوب بأسلوب وجداني هيدا الكتاب بحثي منبسق من الأطروحة هلأ ما طورته لأن الأطروحة ديجا مطورة هو أنا غيرت فيه أو عدلته لحتى يصير رد كل القراء أنا تعرف الأطروحة بتبقى معمولة بمنهجية علمية إشكالية وفرضية وتساؤلات البحث يعني الناس العادي ما كتير هيدا الشي بيستهوية هي بس أنه رتبت بأسلوب كتاب هلأ أنا كتدارسة بهيدا الأطروحة جريتان هن الهدى ومرأة الغرب وهن جريتان كتير كبار كانوا بنيويورك بفترة أساسية محورية من تكوين الجمهورية اللبنانية اللي هو بين الدستورين العثماني 1908 واللبناني 1926 علمان الأطروحة كان القضايا اللبنانية في الصحافة المهجرية من خلال صحيفتي الهدى ومرأة الغرب 1908 بين الدستوري 1922 و 1926 ليه اخترت هالصحيفتين وشو درست فين نسأل حالنا؟ نقيتن لأنه هن كانوا أقوى جريتان بأمريكا الشمالية وكانوا متدين بوقتهم وبتأثيرهم كان عندهم ذات التأثير وذات الدور بس هن كانوا مختلفين ببعضهم الإيديولوجيا يعني الهدى كانت خلفيتها قومية لبنانية وأكيد كانت معا نشو قدرت من الكبير ومرأة الغرب هي خلفيتها عروبة وقومية عربية طب من خلال الدرس والبحث شو تبين لك لشو توصلت وشو الاشكاليات يمكن لي طرحتية أيضا وليلقيت إليه كمان جواب نارك نحنا كل بالإجمال وطروحها وكتاب ديكون عم بيأتي بنتيجة جديدة بشي حديث؟ أكيد أصلا هو الشغل على الصحاف المهجرية على الصحف المهجرية هو شي جديد لأنه صحف قديمة عم نحكي عن صحف المئة سنة يعني كثير في صعوبة فيها والشكر لمكتب الجامعة الأمريكية اللي هي عندها الأرشيف تابعه اللي شفته بالدئاف هلا أنا أخدت أول شي لأنه الصحافة المهجرية كانت أكتر حرية من الصحافة المحلية عم نحكي بفترة كثير أساسية بفترة كيف في حكم عسمانة وأخدت هيد المرحلة لأنه هي هيدة مرحلة أساسية 1908 أصنت للمرتكزات 1908 هو إعادة الاعتبار للدستور العسماني من بعدها 1913 مؤتمر بريز يلي بلش يحكي عن المركزي وبلش يحكي شوي عن التحرر وشاركوا فيه الجريدتين وبعدين أخدت المرتكز 1914 وقتها فاتت المنطقة بالحرب العالمية الأولى لنوصل من بعدها لتداعيات الحرب العالمية اللي هي المجاعة وغيرها لنوصل لمؤتمر الصلح 1912 ثم إعلان لبنان الكبير ثم دستور اللبناني 1926 أنا درست الصحف بهيد المرحلة يتبين مني أنه كانوا هول الصحفتين مع أنه مختلفين إيديولوجيا كانوا هني متفقين على الحاجة والنزعة للتحرر من الحكم العسماني لكنهم أي متى بلشوا يختلفوا بلشوا يختلفوا بدنا نحكي عن الصيغة اللي بدي يطلع فيها لبنان يعني من بعد مؤتمر الصلح 1912 هون بلشوا يختلفوا بلشوا يختلفوا يعني الهدى هي كانت عم تسعى للبنان الكبير أكيد المرآة الغرب مع القومية العربية والأمير فيصل وهيك فا ما كان بدا لبنان الكبير بهذا كل وقت نعم اليوم ما فينا غير ما نربط إذا بديك أهمية هالكتاب بالأحداث اللي عم نعيشها اليوم شو بتقولينا عن الموضوع يعني استنادا للإشكاليات اللي تناولتيا يمكن التطلعات والطقفية والهواجز اللي برزت أنا ذاك ما باف إذا بعدها تبعاتها لحديدت اليوم من عيشها بدأ إشكي كتير على هذا السؤال لأنه لحديدك ناس صغير هو من مرآة الغرب ب16 أيار 1926 يعني عم تشوفي من أي متاعب بيقول نجيب الدياب وبقاء الطائفية في الدستور يعني أن لبنان لن يتبدل مستقبله عن حاضره وأن الناس الذين يعيشون في هذا العصر سيريسون الذين يجيءوا أحقادهم وضغائنهم وحزازاتهم وهذه جريمة لا يغتفرها لهم التاريخ ولا الأحقاد ولا الأحفاد لأنهم يرتكبونها وهم مدركون كل الإدراك أنها جريمة فهيذا يعني هيك يطلع بمرآة الغرب شلته مثل ما هو 1926 يعني كأنه هلأ بصراحة يعني ليك يعني نحن نريد صراحة عرفين شو المشكلة ومش عم نحلة يعني أنجاد للأسف أيضا إلى جانب كمان لفت لنظر على الكتاب تابع الكتاب لحدرتك بمتناول يديك عن الوطنية أيضا بجريدة الهودا يمكن شو المذكور هيدا هون إن أنا نؤمن بالوطنية هلأ هو كان أصلا نعم كذل الأول ما عمل الهودا كان عم بيقول هو نحمل قضايا لبنان بهيدا كل وقت هلأ هو بيقول بهيدا الكوت إنه هو كان عم بيسعي للبنان الكبير بينما بوقت طلع الدستور كانوا عارفين يلي عم يعمل الدستور إنه هي الطائفية مرض بس كانوا عم بيقولوا لابد منه هيدا الكتاب أخد معاك أربع سنين هي الأطروحة أخدت أربع سنين ورشانا حولناها لكتاب يعني منه هيدا قديت عمقته وبحسته وقريته شو بيقولوا إجا المولود الحديث هو هيك وكتير حريصة إنه هو المادة إنه هي توجه للبحث يعني الصحف كتير طلعت على وصائق وأخدت ستير وجهات نظر لنجرب قد ما فينا نعطي الحقيقة وإذا بنفهم شو صار قبل بنفهم لي عم نقطة نعم نحن اليوم هيك نعم نحن اليوم بحاجة يكون في بين إيدينا كتاب دوكيمة فعلا يكون إذا بدك ما يرجع لإلنا يعني اليوم وبعد وبيذل كل الأحداث العيشينا نضغاض أوقات عن إشياء سابقة يعني هون رجعت حضرتك بالزمن لأمور يمكن فعنا لازم يكون عم نطلع علي يعني اليوم منلتهي مننسى هي المشكلة إنه نحنا ما منقرأ وإذا نقرأ منقرأ تاريخ كتبه الغرب يعني ما منقرأ تاريخنا مزبوط أو ما منتقوّن نحنا معرفتنا عن الإشياء اللي صار يعني ما بيعرف تاريخه مش ممكن يعرف حده ولا ممكن يعرف المستقبل يعني بده كتير وعي وبده كتير منوثق كتير بالمعلومات ندقق فيها قبل ما نتبنيها وقبل ما ننشرها حضرتك كمان من خلفية دكتورة بالصحافة كمان بتشدد على الموضوع اليوم عنشر إذا بدك الحقائق واليوم البحث عن الحقيقة نحنا عنا إذا بدك ويجب علينا نعمله كصحافة نكون شو عم ندقق ونبحث قبل ما ننشر شيء خصوصاً نحنا في مسئولية ونحنا إذا بدك عنا سلطة من طريقة أو بأخرى يعني بتوصيل المعلومة يوم هيك شو الخليك وشو اللي دفعك للكتاب أنا كسألتك بالبداية خلال حديثنا سوا ليه اخترت هالموضوع لأني مختربة وقضايا الاخترابة بيعنوني بالدرجة الأولى وجربت نبش على موضوع فكري مش إنه مثل ما هيك كلهم بيكتبوا الغربة حنين ووطن وشو وهيك فأخذ معي تريباً شي سنة لحتى حددت موضوعي وكنت عم نبش على موضوع كمان مش مستهلك أو مش متناول كمان لنكون عم نقدم شي جديد بالدكتوراه هالكتابة بيختلف عن الكتب لحضرتك قبل الأصدرتين يعني غير ستيل لا هو أول كتاب تضييل علامي بشهر رئيسي اللبناني هو ممبسق من الماجستير نعم الثاني هو وجداني وجداني وهيدا بحثه ما فينا غير ما نسألك عن تجربتك كمان مع الغربة اليوم قدية اللبنانية بيعيشوا إذا بدك تحديات وصعوبات وأوقات بيشغلوا عطفتهم وأوقات شو بتقولين والليوم مخصوصا عم نشهد أدي في عالم عم يتركوا بلادهم مجبورين هو تاريخ الهجرة من اللبنان قديم يعني من زمان أول شي كان يروحوا لعم نبشوا على حرية بعدين صاروا نبشوا على مصاري وبعدين صارت صاروا المغتربين اللبنانية بالبرة أكتر من هون هلأ هو أصعب من الغربة بره هو الغربة بقلب الوطن يعني بيجي الواحد على وطنه بيكون عم بنبش على كل هولي اللي عم بتقوليهم فأزم يشوف حاله غريب يعني هايدي مشكلة كتير كبيرة بس بحس حاله المغترب كمان هو مسؤول أنه بالأخير هيدا وطنه وإذا بايوا مريض يعني ما بيتركوا بفل عشان هيك يعني كمان هلأ بهالأزمة الاقتصادية الاختراع بعمل عبدور كتير كبير للاستقرار أو للدعم الاقتصادي للبنان نعم هيك إذا بتحب تضيف بعض شيء ليه أضفتي على الأطروحة بالكتاب يعني شو حسيت أضفتي على الأطروحة هو بالفعل يعني ما كان ما لقيت دراسة تشبه موضوعي قبل يعني أنا اللي عملته الإضافة اللي عملتها هي أنه درست هولي الصحيفتين نعم بشكل محدد شو قدموا كيف حملوا قضايا بوقت يلي كانت الصحف المهجرية عم تحمل قضايا كبيرة وقصان اقتصادي يعني نحكي بالمجاعة الهدى ومرأة الغرب جمعوا مصاري هني كصحف وبعتوهم واتصلوا بالرئيس الأمريكي وبعتوهم للبنان يعني هل أدى الصحاف المهجرية وتحديدا هولي الصحيفتين لعبوا دور وأنا برست هيدا الدور يلي لعبوا إضافة على أنه أهم الأدبة طلعوا من هيدول الصحف إن كان جبران خليل جبران ولا أمين ريحاني ولا شيء يعني بوقتها هول الصحيفتين لعبوا دور كتير عميق بحمل قضايا إن كان ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية وساعدوا بولادة لبنان الكبير نعم توجد وثائق يمكن تنشر لأول مرة هن الصحف صحف هن الصحف يعني اللي أنا اشتغلت عليهم أوكي شيلة مكتطفات لا حتى بالملحق حتى يعني من أي أبرز الأعداد يعني خبرين عن التوقيع اللي رح بيتم بثلاثة ثلاثة ستة كنون من الحمسة إلى الثمانة بحمد عيكي وإدعي المشاهدين بمعرض البيروت العربي الدولي للكتاب بدار سائر المشرق بدار سائر المشرق لقينا الساعة خمسة خمسة من الخمسة إلى الثمانة حتى الساعة ثمانة مساء طبعا شو راح بيضم حفل التوقيع هو بس توقيع ما فينا توقيع لأنه هلأ لا يطلع الكتاب هيدا معي نموذج للسبب كلنا شوق يستيري الكتاب هو بالفعل العنوان لفت كتير ناس وناطرين لأنه عنوان جديد وبيقدم مادة بعدنا هلأ نهتم فيه نحنا منبغيك لك منقلك مبروك وإن شاء الله دايما هيك لا قدام ولا إذا بدك ترحك لأفكار جديدة متن ما هالكتاب ما سبق بتصور إنو فيم تيمت له هاي شكرا كتير لأصدفتكم شكرا لأتالي اليوميار وبتمنى لكم كمان نهار مبارك يا رب شكرا وقالك كمان دكتور ليليان إربين عقل أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدينا خلونا نتوقف مع فاصل أصير ونتابع معكم لقاءنا الصباح إلى اليوم شكرا للمشاهدة